اشتركوا في القناة وضع بعض الحلول التي تواجه هذه التحديات في المنطقة العربية سنناقش عزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة موضوع التوازن البيئي يذكر ان اكثر عامل مؤثر على البيئة هو الانسان فقد بدأ الانسان يغير في البيئة تغييرا كبيرا ويخل بالتوازن البيئي منذ ان بدأت ثورته على هذه الارض وعلينا ان نعرف ان العلاقة متكاملة بين جميع عناصر البيئة فاشيعة الشمس والنبات والحيوان والانسان وبعض مكونات الغلاف الغازي في توازن مستمر ومن هنا لا بد من الحديث عن بعض الدورات لبعض المواد حيث تدخل وتسري في المكونات الحياتية والطبعية ثم ما لبثت ان تعود الى شكلها الاصلي ومن اجل المحافظة على التوازن البيئي يجب المحافظة على العلاقة بين مكونات البيئة حيث هناك علاقة وثيقة بين العناصر الطبيعية والحياتية الموجودة حوله وداخل سطح القرى الارضية ومكوناتها المختلفة تبرز من خلال العلاقة او العلاقات وارتباطات وظيفية معقدة ترتبط جميعها بما يسمى بالنظام البيئي فالنظام البيئي يعرف او يعرف على انه التفاعل المنظم والمستمر بين عناصر البيئة الحية وغير الحية وما يولده هذا التفاعل من توازن بين عناصر البيئة اما التوازن البيئي فمعنى قدرة البيئة الطبيعية على اعادة الحياة على سطح الارض دون مشاكل او مخاطر تمس الحياة البشرية وبمعنى اخر تستطيع البيئة العودة الى الحالة الطبيعية قبل احداث الاخلال البيئي فيها وهناك عزائي المشاهدين تأثيرات للضغط البيئي على مستوى الفرد وهو الانسان منها تغيرات فيزيائية وحيوية الترابات نفسية تغيرات سلوكية وكذلك العكم او توقف النسل مؤثرات جينية لها نتائجها الوراثية المرضية من خلال الولادات مشوهة ايضا الاصابة بالسرطانات والموت كما هناك تأثيرات على مستوى السكاني منها التذبذب في عدد السكان التغير في التركيب العمرية زيادة عدد الصغار ايضا تعرض الجينات السلالية للاخلال نين فقدان التنوع الوراثي والتأكلم وحتى على التعايش مع النظام ايضا الانقراض اما عن التأثيرات على المستوى البيئي منها تذبذب تدفق الطاقة كذلك تذبذب نظام الطاقة الشمسية في المجال الحيوي تغيرات في السلالات والانسجة الغذائية عدم انتظام الدورات الكيميائية ايضا استنزاف مصادر الغذاء الاساسية والافراط الزائد في الغذاء ومجمل التأثيرات اعزاء المشاهدين تتمثل فيه التدرج في زوال تنوع الانواع عدم القدرة على التعايش البيئي انقراض الانسجة الغذائية الرئيسة تعرض التوازن للخطر والقضاء على النظام البيئي هناك عزائي المشاهدين العديد من المشكلات والتحديات البيئية في الوطن العربي نذكر منها انجراف التربة قطع الغابات والرعي الجائر وتراجع النباتات الطبيعية وتدهور الحياة الحيوانية البرية عدم كفاءة الدول العربية بالتخلص من جميع انواع النفايات تلوث الماء بالنفط وتدهور الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى في البحار شح ايضا الموارد المائية السطحية والجوفية وتلوثها ومنها ايضا الحرائق وبخاصة في الغابات ومناطق التنزه والترفيه وكذلك الزحف السحراوي او التصحر والجفاف وايضا الفيضانات في بعض المناطق العواصف الغبارية مثل رياح السموم والخماسين والهبوب تلوث التربة بسبب المبيدات الحشرية والفطرية والمخصبات الكيموية بمعدلات كبيرة وتطبيق الاساليب البدائية في الري ايضا واخيرا التغير المناخي والاحتباس الحراري في المنطقة العربية ويمكن اعزاء المشاهدين ضبط التلوث والسيطرة عليه من خلال عدة اساليب منها تنظيم العدد السكاني انقاس استعمال المخلفات التي لا ضرورة لها من المعادن والورق والنفايات وذلك من خلال اعادة الاستعمال او التدوير وانتاج مواد اطول عمرا في الاستعمال تقليل استهلاك الطاقة وايضا استعمال الغاز الطبيعي بدلا من الفحم سن قوانين صارمة تجرم كل من يكون باحداث ايا من تلك المخالفات وهناك انواع للتلوث منها الضوضاء ومن خلال وسائل النقل مثل السيارات والقطارات والطائرات وهناك ايضا الضوضاء الاجتماعية مثل الحفلات الصاخبة والمزعجة واصوات الاشخاص المرتفعة والضوضاء الصناعية وهي الضوضاء الناتجة عن المصانع وضوضاء الماء الناتجة عن صوت الانهار والامواج في البحار او اصوات محركات السفن والبواخر شاركت الدول العربية في هذا المحور فيما يعرف باعلان ريو وهي كمة الارض عام 1992 والذي دعا الى تعميق التعاون الدولي لضمان بيئة اكثر نقاءة للجنس البشري وجرى في المؤتمر اقرار ميثاق الارض استنادا لاعلان حقوق الانسان القيام بتنمية متواصلة ومتوازنة بشكل لا يهدد البيئة معاهدة حول المناخ ودرجات الحرارة وهناك ايضا معاهدة التنوع البيولوجي والحفاظ على الانواع الحيوانية والنباتية المختلفة وايضا معاهدة الغابات والمساحات الخضراء وفي نهاية هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نعرض على مسامعكم بعض الوسائل التي تساعد في الحفاظ على البيئة والتي نذكر منها العمل مع الطبيعة وليس ضدها نشر الوعي البيئي بين جميع الناس في مختلف الاعمار والفئات الطبقية سن كوانين خاصة من قبل الحكومات لحفاظ على البيئة ومعاقبة كل من يرتكب اي مخالفة في حق البيئة ان نحافظ على المكان الذي نعيش فيه نظيفا وصحيا فذلك يعد دليل على التقدم والرقي الحرص باستمرار على زراعة الاشجار والنباتات فهي تعمل على عدم انجراف التربة وتنقل هواء وتمنحنا جوا جميلا القيام بالتخلص من الكمامة والمخلفات بطريقة سليمة ووضعها في الاماكل المخصص لها لمنع انتشار الامراض عدم الاسراف في استخدام المياه فمن الوصايا الخالدة عندنا لا تصرف في الماء ولو كنت على نهر جاري عدم استنزاف المصادر او الاخلال بالبيئة التقليل قدر الامكان من استخدام المنظفات الكيميائية والمواد السامة لانها تضر بالبيئة استخدام الفلاتر او المرشحات التي تعمل على ترشيح الهواء الصادر من عوادم السيارات ومداخل المنازل والمصانع لان ذلك الهواء مضر بالبيئة الى هنا اعزائي المشاهدين نأتي الى ختام الحلقة الاخيرة وهي الرابعة من سلسلة الحلقات التعليمية المتعلقة بمكرر الوطن العربي والتحديات المعاصرة والذي كان بعنوان الحفاظ على البيئة وما يمكن ان نستنتجه اعزائي المشاهدين قبل سدل الطرف على هذه الحلقات التي نحاول فيها تلمس مواطن الاخلال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد العربية رافقها وضع الحلول الناجعة للخروج من هذه الازمات التي تكاد تكون مستفحلة في مجتمعنا العربي وما يجعل الامر اكثر صعوبة ان هناك معدلات داخلية وخارجية عملاقة تضغط على انفاس العرب تجعل من امكانية الصحوة الشاملة ضربا من الخيال لكن املنا لا ينضب بحياة افضل ومستقبل واعد وعيش رخيض وتطور ملموس في شتى مناحي الحياة فلابد من صحوة تجعل من المنطقة العربية محور الحضارة كما كانت من قبل اخيرا استودعكم الله عزاء المشاهدين وارجو ان تلقى كلماتي هذه وقعا في عقولكم قبل اذانكم والللقاء مع سلسلة جديدة من الحلقات التعليمية ومع مكرر جديد يتكاطع فيه العلم والتعليم مع الواقع عامة وفلسطين خاصة والمنطقة العربية بشكل عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة